السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اليوم سوف نستطيع سلطة سلطة مغيرة سوف نستطيعها بالبططة هنا يفيد البططة وزينها 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 في طرف تقليها وزينها في زرودية وهو الثاني غرطي وسنخلط هذه مع الأطراف ونضيف الجزء مع الزرودية ونضيفهم العبناء وعندما تكون المعرفة لقد أردت فيها مطار المايزينة المايونز الخل للم وماء وصفة أسلطة سنطحنها سوف نطحنهم تجوز و نعود لكم كندفلهم دينيقرات و سوف نستخدم هذا الملتع السيليكون إذا كان لديكم الملتع فيه مثل ما حاجة تقب في الوسط أو تاني يجيش باب أنا عندي داجة واحدة الحديد و كنسية و نشوف سوف نخلط و نقول سوف نجد و تبقى ثلاثة من موزق المدع قرارة تقبل سوف نا AM 1 قطر على زفاك صفحة تبقى خلفي و نضف أخر الطريقة فيها و لديهم و يذكروا تماما و تنضيف أخر تنظيف أن تقبل طريقة لتغيطوا صفحة و تحضن الأخص و évidemment سوف نضيف الملح و الملح و الملح نضيف الملح و الملح نضيف الملح عن الان نضيف الملح maker فهناك مجموعة من هذا الشيء لا تستطيع أن نضيفه ولكن سنضيفه سيكون ملحوم لذلك سنضيفه نضيفه هنا ونبدأ نضيفه على الباتخاف ونضيفه كما سترى ، أنا قمت بعمل طبقة على الباتخاف هذا لا اضع الهوم ونعود اضع الفلفلة من قطة في الوسط نكمل هذا الهوم نعود اضعهاته بباردو نضيفه هذه الصوص لن يقوم بتكويتها نعم هذه السوصة لقد جمعتها القطعية وضمت بها جمعة القطعية و التلوية في هذه اللا سوصة وتمت بها كل شيء والماء أو مايوناز فأنت تقول فيها دكوري تأتيت فى أحد و أكبرهم أن تقوم بها فلا تريد فمول و يمكن تكون فمول كبير هذه السلطة التي حضرناها تقدروا تقدمها كما تقدروا ايضا تقدمها مع سلطة ورق ورق مع سلطة سع الورق يعني تديروا السلطة سع الورق متاح تديروا هذا كدكور نتمنى انه لغسط تعليم عجبسكم وإلى فرصة قديمة